هذه هي الحلقة الثالثة والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة في الحلقة الماضية قرأت عليكم ما قرأت من رسالة أوروبية من بلجيكا الرسالة تحدثت عن موضوع خطير يتحرك في الواقع الشيعي ما هو بجديد على واقعنا الشيعي؟ نحن منذ استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في السنة الستين بعد المائتين من الهجرة صحائف المحن تترى ودوامات الفتن تطغى وفتنة تروح وفتنة تظهر فيما بيننا تارة من يمين وأخرى من شمال فما تحدثت الرسالة عن من وجود نزعة خطابية هناك خطابيون موجودون بالفعل هنا في مدينة لندن في الوسط الشيعي العراقي هناك خطابيون فعلا وفي أماكن أخرى من العالم حيثما هناك شيعة الرسالة تحمل أسئلة من مجموعة من الشباب تخبرنا عن نزعة خطابية عن نزعة نصيرية النزعة النصيرية هي هي النزعة الخطابية وهي هي النزعة السبائية منهج شيطاني باطني في الغلو وفي الحقيقة ما هو بغلو في العترة الطاهرة إذا دققنا النظر في مناهج هؤلاء الأنجاس إنه غلو في هؤلاء العجول الذين كانوا من الشيعة ومن صحابة الأئمة ولكنهم ذهبوا باتجاه الشيطان من أمثال أب الخطاب والمغيرة والمغيرة ابن سعيد ومحمد ابن نصير القائمة طويلة وأسماء اللعناء كثيرة حدثتكم في الحلقة الماضية عن الفتنة الشيعية وماذا أخبرنا أمير المؤمنين وماذا أخبرنا أئمتنا صلوات الله عليهم عن الفتنة الشيعية التي ستبقى تتوالد إلى وقت يوم الخلاص إلى زمن ظهور الحجة ابن الحسن ولكن ولكن هم قالوا لنا من أن أمرهم أبين من الشمس كيف يكون أمرهم أبين من الشمس القرآن يصدقه القرآن يصدقه قاعدة المعلومات لمعرفة الحقيقة موجودة بين أظهرنا القرآن القرآن يصدق دينهم حديثهم يصدق قرآنهم وقرآنهم يصدق حديثهم القرآن حقيقة بينة واضحة عند الذين يعرفونه لا أتحدث عن جميع الناس القرآن شمس ساطعة عند الذين يستطيعون أن يملأ عيونهم من نور الشمس لا أتحدث عن خفافيش الليل إنني أتحدث عن القلوب والعقول التي تستنير بضياء الشمس القرآن شمس ساطعة من خلاله نستطيع أن نشخص الحقائق أمرهم أبين من الشمس العقل السليم المنطق الواضح البلاغة العربية الجميلة هذه الحقائق كلها تتوفر في دين العترة الطاهرة انجذاب الوجدان لهذه المجموعة من الحقائق تسليم الفطرة لهذه البراهين الواضحة منطق علي وآل علي لا يحتاج إلى دليل إنه يدل على نفسه بنفسه هناك حقيقة في هذا الوجود تقول من أن الحقائق من أن الحقائق الحقة تحمل قيمتها في نفسها في نفسها إنها دالة على نفسها بنفسها لا تحتاج إلى براهين ولا تحتاج إلى شهود ولا إلى شواهد ومع كل ذلك فإن القرآن شمس ساطعة تصدق دين العترة هذه الشمس الساطعة تشهد لدين العترة بالوضوح والبيان والإنجلاء دين العترة دين العقول والقلوب دين الوضوح والإنبلاج هذا هو دين العترة الطاهرة الذين يريدون أن يبحثوا في المزابل هنا وهناك والذين يبحثون في الجحور المظلمة لهذا المغالي أو ذلك الكذاب المدعي وكثيرونهم عبر التأريخ في زمان حضور الأئمة وفي زمان الغيبتين الذين يبحثون في مثل هذه الأماكن لا يحصدون إلا الخيبة والندامة ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان ولا تحين مندم أعود إلى ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية حدثتكم عن الفتنة وماذا قال أمير المؤمنين وماذا قال الأئمة وما هو الموقف منها كان حديثا مجملا وحدثتكم عن الخبرة والاختصاص وقلت لكم من أن البرامج هذه تبنى على منهج الاختصاص والتخصص على المستوى الشخصي إنني أستنبط ديني وفقا لخبرتي لا أحتاج منهج التخصص والاختصاص إنما هذا لعرض المطالب ولتبليغ الحقائق ولبيان ما أريد بيانه في وسائل الإعلام فارق بين الخبرة والاختصاص ثم حدثتكم عن الأبواب والخلاصة نحن بابية نحن بابيون أبوابنا محمد وآل محمد الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط وفقط وفقط الأئمة عندهم أبواب عندهم أبواب لكن لا خصوصية لهم لا يكونون جزءاً من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة منظومتنا العقائدية الإلهية المقدسة تلخصها هذه الجملة اللهم اللهم صلي على محمد وآل محمد الله محمد آل محمد وانتهينا هذا هو ديننا هذا هو دين القرآن هو هو دين محمد صلى الله عليه وآله هو هو دين علي ديننا دين علي وهذا هو دين علي صلوات الله وسلامه عليه ونقلت الحديثة إلى نقطة مهمة الأئمة تركوا لنا ضوابط أو لم يتركوا لنا ضوابط وقلت لكم إذا كان الأئمة ما كانوا قد تركوا لنا ضوابط فسلام على الدين سيصبح الدين أضحوكة وسيكون يزيد صادقا ونحن معه حينما جاءوا بسبايا آل محمد إلى دمشق وأخذ يزيد يردد أبيات ابن الزبعر شاعر المشركين شاعر قريش لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل سيكون هذا إن لم تكن عندنا ضوابط سيصبح الدين أضحوكة ومسخرة ومهزلة أئمتنا تركوا لنا ضوابط لا أريد أن أخوض في هذه الضوابط لكنني سأشير إلى ضابطتين بنحو سريع لأنني طالما تحدثت عن هذه الضوابط نظريا وطبقتها عمليا في برامج السابقة وحتى في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج الضابط الضابطة الأولى القرآن 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 قاعدة المعلومات الرئيسة شمسنا الساطعة القرآن علينا أن نعرض الذي نشك فيه من العقائد من الحقائق من الأحكام أن نعرض على القرآن كي نصل إلى الحقيقة أتحدث عن موارد الشكل هذه النزعة الخطابية التي تتحدث الرسالة عنها من فرش أذنيه لصوتها الشيطان قطعاً ستهاجمه الشكوك وهنا لا بد أن يعالج الشكوك بالرجوع إلى البلسم الشافي إلى القرآن إلى القرآن القرآن وصف نفسه بأنه شفاء وألعن مرض ألعن مرض ألعن مرض هو مرض القلب حينما يصاب القلب بالمرض ألعن مرض سيعبث بالإنسان عبثاً طويلاً عريضاً العلاج هنا للذي يبحث عن الحقيقة العلاج في قرآنهم هذه الضابطة الأولى وهي الضابطة الرئيسة القرآن مردنا إليه حقائق الدين نأخذها من القرآن بشرط 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 أن يكون مفسراً بتفسير العترة الطاهرة بهذا الشرط وإلا فإن القرآن سيتحول إلى مصدر ضلال من دون تفسير العترة الطاهرة القرآن هو الذي أخبرنا بذلك هذا ما هو كلامي هذا منطق القرآن إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل هؤلاء الذين لا يعودون إلى تفسير العترة لا يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير التي أهم مواثيقها أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لماذا نزل القرآن فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه هذا القرآن فلتر 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 هذا القرآن والفلتر له له هندسته الخاصة هندسة الفلترة في القرآن هي هذه هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة كي نعود إلى الراسخين في العلم لا أن نعبث بالقرآن من عند أنفسنا مثل ما عبثت سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها من المذاهب والفرق والمجموعات إلى يومنا هذا ما بين فترة وآخرى يطل علينا نهج جديد في التعامل مع القرآن كله عبث كله عبث ودونكم الإنترنت تابعوا المتحدثين الذين يتحدثون عن القرآن يشرقون يغربون إنهم مصداق للذي يتحدث القرآن عنه فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل ميل إلى أي جهة وعن أي جهة هذا الزيغ الميل إنه ميل عن العترة الطاهرة إنه ميل عن علي وآل علي وهذا الميل واضح في تفاسير سقيفة بني ساعدة وفي تفاسير سقيفة بني طوس مذ جنح كثير منكم إنها الرسالة التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة من إمام زماننا وهو يخاطب مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم جنح ماله زاغ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل لقد جنح زاغ مال مال عن العترة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لا نستطيع أن نصل إلى الله لكننا نستطيع أن نصل إلى الراسخين في العلم إذا لم نتوجه إلى الراسخين في العلم فإننا سنسير في طريق الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ في طريق الذين جنحوا بعيداً بعيداً عن مسار السلف الصالح إذن الضابطة الأولى القرآن القرآن وعملياً لقد طبقت هذا بين أيديكم عبر مئات ومئات من الساعات حينما أعود إلى القرآن لكشف الحقائق ولمعرفة ما هو غائب عن العقول والأذهان البرامج موجودة بين أيديكم فعودوا إليها هذه الضابطة الأولى الضابطة الثانية هذه الضابطة ترتبط بالمتون إذا أردنا أن نتحدث عن متون الأحاديث وإذا أردنا أن نعرف منازل الرجال منازل رواة الحديث عند أئمتنا هناك ضابطة اعرفوا منازل شيعتنا عندنا اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا هذه ضابطة مشرقة مشرقة كالشمس اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم من رواياتهم عننا وفهمهم منا وهذا هو الذي سأقوم به كي أستكشف من هو زرارة من هو زرارة ومن هو محمد ابن نصير لأن الأسئلة كانت تدور عن أب الخطاب وعن ابن نصير وعن زرارة وعن أبي بصير فهناك زرارة وأبو بصير وأمثالهما وهناك أبو الخطاب وابن نصير وأمثالهما لعنة الله عليهم جميعا ورضوان الله تعالى على زرارة وأبي بصير وأمثالهما الحديث إجمالي لأنني في برنامج عنوانه أسئلة وماذا وشيء من أجوبة إنني في مقام أقدم شيئا من الأجوبة لأن تفصيل يحتاج إلى وقت طويل وإلى عدد هائل من الحلقات التلفزيونية زرارة رضوان الله تعالى عليه لا أريد أن أدخل في الحديث عن تأريخه ولا أريد أن أذهب في التفاصيل يمينا وشمالا إنني أوجه نظري إلى مركز الهدف هذا الكتاب كتاب معاصر مؤلفه من الأحياء مؤلف هذا الكتاب الشيخ بشير المحمدي المازندراني وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة عنوان الكتاب مسند زرارة ابن أعيان بشير المحمدي المازندراني هو الذي ألف هذا المسند تتبع الروايات والأحاديث التي رواها زرارة عن إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما جمعها في هذا الكتاب وبوابها بحسب الموضوعات لا أقرأ عليكم من أحاديث زرارة فبرامجي مشحونة بأحاديث زرارة لطالما حدثتكم بأحاديث زرارة إنما هو حديث إجمالي هذه هذه الروايات التي جمعت في هذا الكتاب في مسند زرارة رضوان الله تعالى عليه هذه موجودة في كتبنا القديمة الأصلية هذه الأحاديث مفثوثة في الكافي وأخوات الكافي في كل كتبنا ومصادرنا في هذا المسند ألف وتسعمية وعشرين حديث ألف وتسعمية وعشرين حديث ما استطاع أن يجمعه مؤلف الكتاب من أحاديث زرارة عن إمامنا الباقري وإمامنا الصادق صلوات الله عليهما حتى لو كانت أحاديث زرارة تنحصر بهذا العدد أحاديث زرارة كثير منها لم يصلنا وهناك من أحاديث زرارة من سقط من سندها اسم زرارة وهناك وهناك على أي حال لو أن زرارة لم يروي لنا إلا هذه الأحاديث في هذا المسند ألف ألف وتسعمية وعشرين حديث نحن نحدث عن رسول الله وعن الأئمة من أنه من حفظ من حفظ أربعين حديثا من أحاديثهم يأتي يوم القيامة عالم من حفظ أربعين حديثا هنا في هذا الكتاب ألف وتسعمية وعشرين حديث لكن أية أحاديث أية أحاديث أكثر هذه الأحاديث هي أمهات الأبواب أتمنى أن تعرف معنى قولي من أن الأحاديث هذه هي أمهات الأبواب لا ألومكم لا ألومكم إذا لم تدركوا بدقة ما المراد من أمهات الأبواب هذا شأن يتحسسه الذين يعيشون مع أحاديث أهل البيت وما يواجهونه من جهد ومن عناء في تحقيق وتدقيق المضامين الصحيحة التي تستخرج من بين أحاديثهم أمهات الأبواب إنها عيون الروايات وعيون الأحاديث من دونها ستتفتت أبواب الحديث مثل ما هي الأم في البيت تجمع البيت تجمع الأسرة وحينما تغيب حينما تغيب في سفر في مرض في موت تتفتت الأسرة الأبناء والبنات أمهات الأحاديث لو لم تكن موجودة فإن أحاديث الأبواب ستضيع معانيها جامعات المعاني في أبواب الحديث أمهات الحديث روايات زرارة روايات زرارة في الأعم الأغلب من أمهات الحديث الفقه هنا والعلم هنا هذه هي أحاديث زرارة وفي مختلف الأبواب سأقرب لكم الفكرة بمثال رسام يريد أن يرسم لوحة لمنظر طبيعي المنظر الطبيعي الذي يرسمه الرسامون يرسمون سماء طيور غيوما جبال أنهار عيونا عيونا متدفقة وأشجارا اللون الأخضر له مساحة واسعة في لوحة المنظر الطبيعي إذا ما حذفنا اللون الأخضر فإن المنظر الطبيعي لن يكون منظرا طبيعيا سيكون مشوها رسام يرسم منظرا طبيعيا إنها أشجار على ساحل نهر جميل متدفق فراشات تتطاير ما بين الورود والأزاهير لكنه مع الأسف لا يمتلك اللون الأخضر سيترك المساحة التي لا بد أن تلون باللون الأخضر من دون تلوين أية لوحة هذه أية لوحة لوحة أحاديثنا من دون أحاديث زرارة وأحاديث أبي بصير لوحة من دون لونها الأخضر مشوهة مشوهة أقول هذا عن دراية عن خبرة لهذا السبب حدثتكم عن الخبرة والاختصاص وقلت لكم هناك فارق بين الخبرة والاختصاص قد يكون الاختصاص جزعا من خبرتي لكن الخبرة شيء والاختصاص شيء أحاديث زرارة وأبي بصير وأمثالهما والكلام هنا عن زرارة لأنني أخذت زرارة مثالا لا أريد أن أتحدث عن الجميع إذا ما أزحت حديث زرارة روايات زرارة فإنني قد رسمت لوحة من دون أن ألون المساحة الخضراء باللون الأخضر إنها لوحة معيبة ولذا ولذا فإن إمامنا الصادقة ماذا كان يقول لولا زرارة وفلان وفلان لضاعت أحاديث أبي هذا هو الذي يقصده أين أين هؤلاء سفلت الأنجاز من أمثال أبي الخطاب وابن نصير ألا لعنة الله عليه لم يتركوا لنا إلا المزبلة والقذارة هذا هذا زرارة هناك خلل في رواية هناك نقص في حديث لكل ذلك ما يبرره من الأسباب ونحن لا نتحدث عن معصومين نحن نتحدث عن أناس عاديين من أمثالنا لكنهم كانوا في مقام الخدمة في فناء العترة الطاهرة زرارة ليس مقدسا أبو بصير ليس مقدسا راوية حديث إنه شيعي مثلي ومثلكم لا يمتلك أية خصوصية إذا ما كان قد زل في شيء أقول إذا إذا ما كان قد زل في شيء فهذا هو شأننا إذا ما كان قد صدر منه نقص فهذا هو شأننا يعترين النقص ويعترين الزل وتهيمن علينا الاشتباهات وتهجم علينا الشكوك نحن بشر هؤلاء هم البشر لكن النقطة المشرقة هي هذه هذا زرارة وهذا حديثه ولهذا إمامنا الصادق حين يعدد الأمناء على دين الله يذكر زرارة وأمثاله أنا لا أريد أن أتحدث عن الباقين لأن وقت الحلقة ضيق محدود وإنما أخذت زرارة مثالا إمامنا الصادق حين يصفه بأنه من الأمناء على دين الله من الأمناء على حلال الله وحرامه إنه أمين في نفسه من جهة نزاهته وصدقه وطهارة قلبه وأمين فيما نقل لقد نقل لنا أمهات الأبواب مركز ثقافة العترة الطاهرة زرارة زرارة يشكل ركنا ركينا في قلب هذا المركز وعلى عينك يا تاجر هذا زرارة وهذه رواياته ولطالما شحنت برامجي بأحاديثه رضوان الله تعالى أحاديثه أحاديثه في كل الأبواب هذا فقيه من فقهاء العترة الطاهرة سلام على زرارة سلام على صدقه وسلام وسلام على إخلاصه وسلام على أحاديثه الطاهرة التي هي أحاديث الباقر والصادق سلام على الذين وصفهم الصادق المصدق بأنهم الأمناء على دين الله زرارة وأمثاله سلام عليهم سلام 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 عليهم نذهب إلى فاصل تعالوا معي إلى هذه المزبلة إلى مزبلة محمد ابن نصير من كتب محمد ابن نصير هذا الكتاب الذي عنوانه الأكوار النورانية والأدوار الروحانية سلسلة التراث العلوي المراد من التراث العلوي إنه التراث العلوي النصيري النصيريون الذين يتواجدون في سوريا وهناك منهم في لبنان وهناك منهم في تركيا هؤلاء هم النصيريون العلويون النصيريون سلسلة التراث العلوي وهذا هو الجزء الأول هذه طبعة دار لأجل المعرفة ديار عقل لبنان هذا الكتاب من كتب محمد ابن نصير بحسب ما يعتقد النصيريون من أن محمد ابن نصير البصري عراقي عراقي هو كان بابا للإمام الحسن العسكري كالذهبونه هم هكذا يقولون كان بابا للإمام العسكري والإمام العسكري قد لعنه وهم يقرون بلعن الإمام العسكري لابن نصير هذا لكنهم يعطون للعن الإمام العسكري معنا جميلا بخصوص ابن نصير ليس مهما هذا وكان بابا للإمام الحجة كذلك توفي في السنة السبعين بعد المائتين متى بدأت الغيبة الأولى في السنة الستين بعد المائتين سنة ميتين وستين بدأت الغيبة الأولى هذا متى توفي محمد ابن نصير توفي سنة ميتين وسبعين للهجرة من الذي جاء من بعده يتزعم منهجه مجموعته شخص يقال له محمد ابن جند كان تلميذا عنده بحسب ما يؤرخ النصيريون لدينهم ومن بعد محمد ابن جندب صار عبد الله ابن محمد الجنبلاني عبد الله ابن محمد الجنبلاني توفي سنة ميتين وسبعة وثمانين للهجرة والرجل في أصله مصري وهو الذي جاء بالحسين ابن حمدان الخصيبي أو الخصيبي وهذا توفي سنة ثلاثمية وثمانية وخمسين امتد عمره طويلا مات في السنة الثامنة والتسعين من عمره اذا كان هناك من مؤسس حقيقي للديانة النصيرية التي لا علاقة لها بالاسلام مطلقا لا من قريب ولا من بعيد مؤسسها الحسين ابن حمدان الخصيبي صحيح ان الديانة هذه بدأت منذ زمان ابن سبأ نا ديانة سبائية لعينة واستمرت في ديانة ابن الخطاب الاجدع وعبر بقية الغلات حتى وصل الضلال الى محمد ابن نصير الذي يكنونه ب ابي شعيب يسمونه هم النصيريون السيد ابو شعيب السيد ابو شعيب هو محمد ابن نصير الذي ألف ونشر الديانة النصيرية في كتبه وعبر الدعاة وتنقل في البلدان وأقام العلاقات مع الجهات السياسية في ذلك الوقت هو الحسين ابن حمدان الخصيبي على أي حال أنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ النصيريين هنا هذا كتاب محمد ابن نصير الأكوار النورانية والأدوار الروحانية في الصفحة الثامنة والتسعين هذا الجزء يشتمل على عدة كتب الكتاب الأول هو هذا الذي ذكرت لكم عنوانه الأكوار النورانية والأدوار الروحانية وهناك كتاب ثاني كذلك لابن نصير كتاب المثال والصورة الكتاب الأول ينتهي في الصفحة ميتين وخمسة الكتاب الثاني يبدأ كتاب المثال والصورة يبدأ من صفحة ميتين وسبعة وينتهي صفحة ميتين واربعة وثلاثين كي يبدأ بعد ذلك كتاب لعبد الله ابن محمد الجنبلاني الذي صار إمام هذه المجموعة بعد موت ابن نصير وموت ابن جندب إضاح المصباح الدال على سبيل النجاح وهو بمثابة تعليق أو شرح كما يقولون على الكتاب الأول على كتاب ابن نصير الأكوار النورانية والأدوار الروحانية هذا الكتاب للجنبلاني بمثابة حاشية توضيح شرح على كتاب ابن نصير إضاح المصباح الدال على سبيل النجاح أعود إلى كتاب ابن نصير في صفحة الثامنة والتسعين تحت هذا العنوان تمكين الإسم للباب تمكين الإسم للباب المراد من الإسم هنا إمامنا الحسن العسكري والمراد من الباب هنا محمد ابن نصير هذه مصطلحاتهم تمكين الإسم للباب خبر نوروز خبر طويل أقرأ منه موطن الحاج ثم قال لي سيدي أبو شعيب من الذي يقول قال لي سيدي إنه محمد ابن جندب أو جندب القراءتان صحيحتان جندب وجندب ثم قال لي الذي يقول هو محمد ابن جندب ثم قال لي سيدي أبو شعيب محمد ابن نصير صلوات الله عليه هذا هو الذي أقوله لكم حالة الغلو في هؤلاء العجول ما يظهرونه من غلو أو من ضلال في الأئمة على المستوى العقائدي لأجل أن يغالوا في أنفسهم حقيقة الغلو ليس في الأهمة حقيقة الغلو في هؤلاء العجول في هؤلاء الأنجاز ثم قال لي سيدي أبو شعيب محمد ابن نصير صلوات الله عليه يا محمد يا محمد ابن جندب هل علمت أني دخلت في يوم نيروز على مولاي على الإمام العسكري فلما بصر بي قال لي يا محمد ابن نصير فقلت لبيك يا مولاي فقال إن لي وليا ببيضاء الصين هلك منذ ألف عام وهذا يوم نوروز فاذهب فأحيي هراء من هراء محمد ابن نصير وتستمر الحكاية صفحة 101 الحكاية طويلة كلها خزعبلات فلما مثلت بين يدي بين يدي الإمام العسكري خررت لوجهي ساجدا لعظمته فقال ارفع رأسك يا محمد ابن نصير فرفعت رأسي وقلت له يا سيدي أي حال سبق من محمد ابن نصير حتى استوجب بها هذه المحنة هذه المحنة هذا الامتحان المراد فقال بإغفاله تعريفي أولياء الله فضل هذا اليوم فضل يوم النوروس فقال بإغفاله تعريفي أولياء الله فضل هذا اليوم وأمره لهم باستعماله وإيجاده وإيجاده فيه من الاجتماع والزياد كلام ركيك كل الكتب عند هؤلاء النصيريين ركيكة لا بلاغة فيها لا بلاغة فيها ركيكة الذين ألفوها وركبوها يفتقدون يفتقدون إلى البلاغة بشكل كامل فقال بإغفاله بإغفاله تعريف أولياء الله فضل هذا اليوم وأمره لهم باستعماله وإيجاده فيه من الاجتماع والزيادة واتخاذ المنابت والزهر أكلة وممازجة عبد النور من هو عبد النور؟ عبد النور هذا هو اسم الخمر عند النصيرين فالإمام الحسن العسكري يطلب من محمد بن نصير أن يقول للشيعة أن يشرب الخمر في هذا اليوم عبد النور هو عنوان الخمر سنقرأ الروايات سنقرأ الروايات هذه كتب محمد بن نصير إنها مزبلة بالوعة مراعيض كيف تكون المقايسة بين محمد بن نصير وزرارة ما وجه المقايسة وحينما يستغرب السائل من قضيتي أن ابن نصير يلاطفيه فماذا يقول لمثل هذا؟ الذي يقول مثل هذا يلاطفي ينسب هذا الكلام إلى إمامنا العسكري من أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يطالبه أن يقول للشيعة أن يمازج الخمر أن يشرب الخمر وممازجة عبد النور وصب الماء والتخلق بالخلوق الرائحة الطيبة الخلوق الرائحة الطيبة وغفران ما بينهم بعضهم لبعض والتواهب والاستعطاف والتواصل هذه المصطلحات لا يستعملها الأئمة أصلا وهذه التعابير ليست موجودة في أحاديث الأئمة والتواهب والاستعطاف والتواصل وحتى لو وجدت فهي بسبب الرواة هو هنا يدعي من أنه ينقل الكلام عن الأئمة بدقة مثل ما يحدث تلميذه محمد ابن جندب ويقارن فيما بينه وبين شخص آخر كان يدعي المنزلة العالية إنه الأحمر سأشير إليه بعد خليل والتواهب والتواهب والاستعطاف والتواصل والفضل فيه للمبتدء والساعي إلى قضاء حق الله إلى آخر ما يأتي من كلام يهيمن عليه التعقيد اللفظي وهو أبعد ما يكون عن أحاديث أهل البيت لأن التعقيد اللفظي يناقض البلاغة تناقضا كاملا ويستمر الحديث إلى أن يقول فقلت يا مولاي هذا اليوم أي شيء غيره فقال يوم غدير خم ويوم المهرجان ويوم المهرجان هو يوم النوروس يقال له النوروس ويقال له المهرجان هناك خلل خلل في تراكيب الأحاديث لأنها لم تكن قد صدرت عن العترة الطاهرة هذه أكاذيب الغلات فقال يوم غدير خم ويوم المهرجان ويوم تسعة من شهر ربيع الأول وليلة الميلات إلى أن يقول إمامنا العسكري لمحمد ابن نصير هذا قم يا محمد ابن نصير فلو أنك جمعت من في العسكري من في العسكري يعني في سامراء في محلة العسكر إنها المحلة التي جعل العباسيون الإقامة الجبرية لإمامنا الهادي والعسكري فيها ولذا يقال لإمامنا الهادي بأنه العسكري ويقال لإمامنا الحسني والد صاحب الزمان يقال له الحسن العسكري نسبة إلى محلة العسكر في سامراء قم يا محمد ابن نصير فلو أنك جمعت من في العسكر من الشيعة وما كان هناك من شيعة في العسكر الإمام حينما كان يخرج من محل الإقامة الجبرية يستدعى إلى قصر الخليفة كان بعض الشيعة يأتون من خارج سامراء يقفون على جانبي الطريق والإمام كان ينهى أن يسلم عليه من قبل الشيعة خوفا عليهم كان ينظر إليهم بطرف عينه فلو أنك جمعت من في العسكر في يومك هذا وأوعست إليهم ما فيه ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور الإمام يلومه لماذا لم تأتني سكرانا فعبد النور هو اسم الخمر عند النصيريين ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور ما أخذ قم يا محمد ابن نصير فلو أنك جمعت من في العسكر في يومك هذا وأوعست إليهم ما فيه تعابير سخيفة جدا وأوعست إليهم ما فيه يعني بينت لهم فضل هذا اليوم هذه عبارة قاصرة هذا هو مراده وأوعست إليهم ما فيه ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور ما أخذ ما أخذ بعد ذلك يأتي هذا التعبير ما أخذ الفرج والترويح عبارات متقطعة وعلى رأسك إكليل الورد والزهر ما كان يفعله الآزريون في إيران في احتفالات النوروز يضعون أكاليل الورود على رؤوسهم إنه عيد الربيع ويستمر الكلام بهذا الاتجاه فقم يا محمد بن نصير فأمر من بالعسكر من العارفين أن يوف الله بما أمرهم له ورغبهم فيه وحثهم عليه ومكنهم في فعله وجزء مهم من تلك الطقوس أن يشرب الخمر لأن النصيريين يعدون شرب الخمر جزءا من عبادتهم وجزءا من صلاتهم وهذا مثبت في كتبهم وإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وبالوثائق والمصادر في برامج السابقة هذا كتاب محمد محمد بن نصير قرأت لكم أنموذجا من قذارته أنموذجا من مزبلته يفتر على إمامنا الحسن العسكري بهذه اللغة السخيفة وبهذه الألفاظ المعقدة من أن الإمام الحسن العسكرية يطالبه أن يدخل عليه سكرانا ويأمره أن يأمر الشيعة الذين كانوا في سامراء أن يشرب الخمر هل هناك من وجه للمقايسة فيما بين روايات زرارة أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا وإذا ما سألتني عن فهم زرارة أقول لك إن فهم زرارة يتجلى من خلال أسئلته لأن السؤال يكشف عن عقل السائل مثلما جواب السؤال يكشف عن عقل المجيب أسئلة زرارة محاورة زرارة للإمام المعصوم استنتاجات زرارة مما يسمعه من كلام الإمام المعصوم كل هذا يعرفنا مدى فهمه اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا فذلك هو زرارة وهذا المأبون الملاط فيه محمد ابن نصير إنه إمام نصيرية وهذا الكتاب يعد قرآنا عند النصيريين صفحة مية وتسعة صفحة مية وتسعة الوقت يجري سريعا عودوا أنتم إلى هذا المصدر وقرأوا ماذا جاء في صفحة مية وتسعة وما بعدها كلام سخيف لا معنى له سأكون مضطرا أن أقرأه وإن كان الوقت يجري سريعا لا أعتقد أنكم ستذهبون وتبحثون عن هذه الكتب إنه التعقيد اللفظي والكلام الذي له معنى له ثم إن الإسم أبدأ إلى الباب إيجاد المصطفى المستخص المختبر ما أوجده من حاله الذي أوجده فبدأ الباب بإظهاره على حاله ووقوفه في حيثه فلما أوجده إنعطف ساجدا فصار في إنعطافه بعد اللام التي هي بعد الألف في تسمية الإسم الذي هو الله ألف لام فمكث في إنعطافه وحنوة السجود ألف ألف كور وأمد القديم الذي هو مكون المراد إلى الباب مراعاة ذلك المراد المستخص المصطفى المختبر فراعاه في أمد تلك الألف ألف كور يحوطه ويبدي له عظمة قادرة وأنه لا تناهي لقدرته في وصف واصف عند وصف الواصفين وأن عظمة الإسم مداومة بمادة الأزل له فلما أكمل ذلك من مدى أجل التكوينات والأحياث بدى الأزل لها بذات وجوده بالظهور باسمه فأوجدهم الإسم أزله ومكونه وأن كل مكون موجود من مكونات أزله ومكونه إذ كان تكوينه بإرادته ومادته وقدرته فأوجدهم فأوجدهم الإسم ذات الأزل بظهوره فيهم باسمه في سبعة آلاف ألف أكره الأزل بالظهور لهم ثم بدى الإسم بما بدى الأزل به من كيانه وهو المهل المبدر المقمر فرتب في تلك الأحياث والأكوان وجود ذلك على انفراده لا تبدو الشمس بظهورها فيه لأنه ما أمد بذلك ولا أذن له فثبت في الأحياث كلها والتكوين وجود الإسم وأوجد الإسم ظهور الأزل بعد وجودهم الإسم فلما أكمله الأزل بمراده الذي أمد به الإسم أمد الإسم بمادة الباب بعلم ذلك وتسييره في الأحياث والكون وأبده الإسم بالحيث الذي فيه وقوف المستخص المصطفى المختبر فظهر الإسم في الأحياث والأكوان كلها بذات الباب وشخص وجوده وهو الشمس فتناكر الوجود على الأحياث والتكوينات فمارت غيوبها في وجود مكونها بظهوره فيهم بما لم يبده له ويستمر الضراط على هذه الحالة هذا الكتاب كله على هذه الطريقة وماذا ذات هذا هراء النصيريين هذا هراء محمد ابن نصير سيقولون لكم من أنني لا أفهم هذا الكلام هذه أسرار إنني لا أفهم هذا الكلام وهذه أسرار لكن ما هذه العربية الغبية هذا أيضا لا أفهم هذه العربية الغبية أين بلاغة علي وآل علي أين بلاغة العترة في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم وخطبهم أين بلاغة أمير المؤمنين أين بلاغة الباقر والصادق ما هذا الهراء ما هذا الهراء صفحة مية وخمسة وعشرين هناك حديث طويل سأقرأ بدايته صفحة مية وخمسة وعشرين وما بعدها إظهار محمد ابن أبي زينب الكشف محمد ابن أبي زينب هذا هو أبو الخطاب اللعين لعنة الله عليه فمحمد ابن نصير يخاطب تلميذه محمد ابن جندب فمن ذلك يا محمد ابن جندب ما رواه الناقلون عن أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب في مقام الجيم وقد ظهر محمد الأكبر بمحمد ابن أبي زينب يعني صار أبو الخطاب صار محمد صلى الله عليه وآله هذا هراء الفرق الباطنية هذا هراء الخطابيين الذين يعيشون في زماننا ويلوط بعضهم ببعض أمام نسائهم وحق الحسيني هذا يجري هنا في لندن في الوسط الشيعي مجموعة كمال المهسوي إنهم الخطابيون اللعناء يلوط بعضهم في بعض أمام نسائهم والجميع عرات وعبد النور الخمور موجودة في كل مكان هم لا يسمونه بعبد النور هذه تسمية النصيريين وفي بعض الأحيان في بعض الأحيان في المناسبات الدينية قد يشغلون قرآنا يشغلون قرآنا يفتحون تسجيل القرآن وفي بعض الأحيان يكون مل باسم يقرأ القصائد وهم يشربون الخمر عرات ويقرؤون دعاء اللهم كل وليك الحجة بن الحسن ويلوط بعضهم في بعض هذا هو دين الخطابيين محمد بن نصير اللواط قليل في حقه اللواط ليس بجريمة كبيرة الجريمة الكبيرة هذا الهراء هذا الضلال فابن أبي زينب إنه أبو الخطاب صار محمدا صلى الله عليه وآله ما رواه الناقلون عن أبي الخطاب محمد بن أبي زينب في مقام الجيم وقد ظهر محمد الأكبر صلى الله عليه وآله بمحمد بن أبي زينب والأزل والأزل الغاية بالجيم وأمده الأزل بإظهار الدعوة والكشف فقال فقال إسماعيل ابن أبي الطيب فقال له لبيك فقال قم يا مقداد مقام سلمان ما المقصود بهذا الكلام لأن أبو الخطاب كان في مقام سلمان وهذا إسماعيل ابن أبي الطيب كان يقولون له مقداد فإن المقداد تجلى فيه الآن لأن محمد صلى الله عليه وآله تجلى في أبي الخطاب تغير مقام إسماعيل ابن أبي الطيب من مقام المقداد إلى مقام سلمان فقال قم يا مقداد هذا أبو الخطاب يقول لإسماعيل ابن أبي الطيب قم يا مقداد مقام سلمان في هذا اليوم لأنه هو في هذا اليوم قد صار محمدا صلى الله عليه وآله قم يا مقداد مقام سلمان في هذا اليوم وأعلن ما أمر به مولاك ولا تكتم كلام طويل عريض وكيف أنه ذهب إلى مجد الكوفة وأعلن ما أعلن وكل الكائنات سمعت صوته سمعت صوت ابن أبي زينب وكل هذا لم يحدث كلها أكاثب كل هذا لم يحدث ولا حقيقة له هذا هو هراء محمد ابن نصير كلام يتناقض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة كلام يتناقض مع الثابت من معارف العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة كلام يتناقض مع العقل السليم والفطرة النظيفة كلام معيب في كل جهاته لا بلاغة فيه لا فصاحة فيه التعقيد اللفظي يسيطر عليه جمل متقطع يحتاج الإنسان إلى جهد جهيد كي يفهم معانيها لأنها ليست عربية هذه عربية هؤلاء الغلات الأنجاس لعنة الله عليه وماذا بعد نذهب إلى إضاح المصباح الدال على سبيل النجاح الذي هو بمثابة حاشية على كتاب ابن نصير هذا الكتاب للجنبلاني صفحة 271 هذا الكلام بمثابة شرح لعبد النور ألم يتحدث ابن نصير عن عبد النور هذا هو الشرح لعبد النور عنوان الموضوع الخمر من جملة ما أورده هذا اللعين وقال أمير المؤمنين منه السلام هذه الصيغ صيغ الغلات نحن لا نعرف هذه الصيغة في أحاديث الأئمة من جهة المعنى الكلام صحيح فإن السلام من محمد وآل محمد أنا لا أشكل على المعنى وإنما أشكل على الصياغة وعلى التعبير هذا التعبير ركيك من الجهة اللغوية وقال أمير المؤمنين منه السلام ماذا قال أمير المؤمنين الخمر عبد النور الذي سمى الخمر بعبد النور هو علي الخمر عبد النور لأن النور محمد والعبد سلمان إذن فالخمر هو سلمان المحمد ما الذي فعله سلمان حتى يكون هكذا في دين المسبحة هذه الخمر عبد النور لأن النور محمد والعبد سلمان والخمر العالم الكبير وإن النور لم يمازجه شيء من الظلم ولا الظلمة يمازجها شيء من النور وإن هذا الخمر المسكرة آخرته للتلف وفيه تعذب أرواح الكافرين حينما الكافرون يشربون الخمر في الدنيا يعذبون في الآخرة بينما المؤمنون حينما يشربونه في الدنيا وقد تستريح فيه أرواح المؤمنين يتونسون يتكيفون يرتاحون لما يشربون الخمر في الدنيا المؤمنون بينما الكافرون سيعذبون بهذا الخمر فالخمر رحمة للمؤمنين وعذاب ونقمة على الكافرين هذا هو منطق محمد بن نصير واللواط مثلما نقل عنه بالضبط هذا إمام الخطابيين هنا في لندن عنده ملحمة صاحب ملحمة إمامهم هذا يعتقد نفس هذه العقيدة غيبة الطوس هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثانية والخمسين بعد المائتين وقال سعد ابن عبد الله إنه سعد الأشعري من أعيان مشايخ قم ومن خواص الأئمة ومن محدثي الشيعة الكبار سعد الأشعري وقال سعد ابن عبد الله كان محمد ابن نصير النميري يدعي أنه رسول النبي مثل ما مر علينا قبل قليل كيف أن أبا الخطاب صار محمدا الأكبر يدعي أنه رسول النبي وأن علي بن محمد إنه إمامنا الهادي أرسله وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن في الإمام الهادي ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به هذا بالضبط ما يعلمه إمام الخطابيين الآن في لندن لأتباعه بالضبط يقول هذا الكلام له ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطيبات هذا الكلام لا يقوله سعد الأشعري رضوان الله تعالى عليه إن لم يكن متأكدا منه أخبرني بذلك عن محمد ابن نصير أبو زكريا يحيى ابن عبد الرحمن ابن خاقان أنه رآه عيانا وغلام له على ظهره يلوط به يلوط بالإمام قال فلقيته فعاتبته على ذلك فقال إن هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر ولا بد أن يكون قد شرب عبد النور حتى تكتمل الصورة كما يقال الجمع أكمل وماذا كذبوا على أمير المؤمنين هؤلاء الأنجاس وقال أمير المؤمنين منه السلام حلال لكم الخمر عبد النور حلال لكم معكم أي تعبير هذا حلال لكم معكم أية عربية هذه هكذا يتكلم علي حلال لكم معكم مرادهم أنه إذا كان المجلس خاصا بكم فإن الخمر يكون محللا لكن أمام الأغراب لا بد أن تقول من أن الخمر محرم حلال لكم معكم حرام عليكم مع غيركم ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد عبد النور فقد كفر أي لا تخبروا أحدا من الأضداد من أضدادكم أنكم تسمون الخمر بعبد النور ومن ومن يقول إن الخمر الذي يشربونه مع الأضداد عبد النور فقد كفر إنما الخمر يكون عبد النور إذا شربه المؤمنون فيما بينه ولا ولا يجوز لهم أن يسم الخمر الذي يشربونه مع غير المؤمنين بأنه عبد النور لأن الخمر المشروب معهم مع الأضداد ظلمة وإذا كان ظلمة لا يكون عبد النور مولاه وقد كشفنا لك أيها السائل علما عظيما هذا هو العلم العظيم صفحة 272 ورواه أحمد ابن سعيد ابن عقد يرفعه إلى حمران ابن أعين عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام هذه الأحاديث التي كذبت على العترة أئمتنا قالوا من أن الخطابيين والمغيريين كانوا يأخذون كتب الحديث التي جمعها أصحاب الأئمة المخلصون ويدسون فيها الأحاديث المكذوبة على الأئمة هذا حديث يكذب على إمامنا الباقر ما بعث الله نبيا قط إلا وفي نبوته تحريم الخمر الذي ذكرنا وتحريم لشربه مع الأضداد فلم يزل محرما أيضا مع الأخوان إلى عصر السيد محمد منه السلام السيد محمد هو نبينا صلى الله عليه وآله فصار محرما محرما أيضا إلا مع الأخوان هذا المضمون موجود في أحاديثنا من أنه ما من نبي بعثه الله إلا وقد حرم الخمر لكنهم يأخذون الحديث ويحرفونه بهذه الطريقة ويخذبون على إمامنا الباقر صلوات الله عليه فلم يزل محرما أيضا مع الأخوان إلى عصر السيد محمد منه السلام فصار محرما أيضا إلا مع الأخوان وهذا الهراء أيضا في كتاب آخر من كتب محمد بن نصير لعنة الله عليه لقد لعنه السفير الثاني وحينما جاء معتذرا أغلق الباب بوجهه وطرده ألا لعنة الله عليه هذا هو الكتاب الذي عنوانه المجالس النميرية المجالس النميرية تشتمل على ذكر الخلاف بين محمد بن نصير وإسحاق الأحمر هذا كان ينافسه في إدعاءاته وأكاذيبه هذا هو الجزء الحادي عشر من سلسلة التراث العلوي إنها طبعة دار لأجل المعرفة ديار عاقل لبنان هذا هو الجزء الأول من المناظرات والردود أول كتاب فيه هو هذا الكتاب المجالس النميرية من كتب محمد بن نصير أنا لا أريد أن أقرأ كثيرا من هراء هذا اللعين النجس فأنا أقول للشباب الذين وجهوا الرسالة لي أين زرارة رضوان الله تعالى عليه وأين محمد بن نصير لعنة الله عليه وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله قبل الفاصل وصلت إلى نقطة واضحة هناك زرارة ابن أعين أحاديثه الوفيرة والكثيرة التي تأتي متطابقة مع القرآن إنها أمهات الأبواب في كتبنا الحديثية وإذا ما حذفناها فإن فراغا كبيرا سيكون عندنا بسبب حذف أحاديث زرارة عربية واضحة وزرارة كان من علماء العربية ما كان جاهلا كهؤلاء الثولان وفهم مميز يتضح من خلال أسئلته ومحاوراته مع المعصومين ومن خلال ما يستنتجه مع قذارة وغباء ونجاسة وخمر ولواط في الجهة الثانية مع محمد بن نصير لعنة الله عليه بقية الكلام يجري نفس المجرى في الأسئلة التي مرت وفي تفاصيل النزعة الخطابية التي تحدثت عنها الرسالة التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية يوم أمس أخذت زرارة مثالا وأخذت محمد بن نصير مثالا وعلى عينك يا تاجر هذه الكتب وهذه الأحاديث وهذا القرآن وهذه البلاغة العربية وافحصوا الأمر بأنفسكم إذا لم تكونوا قد اكتفيتم وقد توثقتم من الحقيقة من خلال ما بينته لكم عودوا بأنفسكم إلى هذه المصادر أما ما يقال بخصوص السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم من أنهم عقدوا سقيفة شيطانية ومن أنهم ادعوا السفارة كذبا أنا لن أطيل الكلام بهذا الخصوص لكنني سأطبق الضوابط نفسها التوقيعات التي وردتنا من طريقهم من طريق السفراء هذه التوقيعات كلها بأسلوب واحد لحنها لحن واحد فكيف صار لحنها لحنا واحدا وكل سفير عاش مدة من الزمان ومات وبعيدا عن هذا هذه التوقيعات مطابقة للكتاب الكريم لا تتعارض مع الكتاب الكريم هذه التوقيعات منسجمة مع أصول معارف العترة الطاهرة هذه التوقيعات لو أنها ليست موجودة لتركت فراغا كبيرا في واقع الحياة الشيعية صحيح أن مراجع النجف وكربلاء لا يعملون بها يضعفونها السخفاء لكنني أتحدث عن التوقيعات بما هي هي وما لها من قيمة معنوية وبعد معرفي ما وردنا من أدعية من زيارات أما هذا التوقيع الأهم توقيع إسحاق بن يعقوب هذا التوقيع لو لم يكن موجودا لترك فراغا كبيرا في الساحة الشيعية هذا ابن نصير إذا كان باب الإمام الحجة أين التوقيعات أين التوقيعات ما الذي أوصله إلينا من طريق الإمام الحجة إذا كان بابا للإمام أين توقيعات الإمام أين هي الأدعية التي نقلها لنا عن إمام زماننا النصوص التي جاءتنا من طريق السفير الثاني ومن طريق السفير الثالث نصوص مهدوية بلاغتها واضحة لا مجال للشك أبدا في أن النصوص هذه قد صدرت من العين الصافية نفسها من العين التي صدرت منها الزيارة الجامعة الكبيرة الأدعية التي وصلتنا صدرت من العين التي جاء منها دعاء كميل ودعاء الجوش و و و هي هي لذلك حدثتكم عن الخبرة إنني عايشت الأدعية والزيارات منذ أكثر من أربعين عاما عايشتها في ليلي ونهاري عايشتها وأنا أتكلم فأتحدث عنها وأشرحها وأبينها وعايشتها وأنا صامت في خاطري عايشتها طويلا طويلا وأخذت ثقافتي العلوية منها وتعلمت البلاغة والأدب منها وتشربت حقائق المعارف الفاطمية من بين حروفها وكلماتها إنني لعارف عن أي شيء أقول فحينما أقرأ الأدعية التي جاءتنا من السفير الثاني بحسب خبرتي نفسها هي هي البلاغة التي أعرفها وعرفتها وعايشتها وعانقتها ومازجتها روحي وتمازجت معي طيلة عمري هي 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 أمير المؤمنين يقول لو كان لربك شريك لأتتك رسله إذا كان محمد ابن نصير بابا لصاحب الزمان أين توقعاته أين أدعيته أين زياراته أين نصوصه هذا الهراء هذا الخراء هذا الخراء هذا الخراء أطهر منه التوقعات التي وردت عن السفراء الأربعة لهي أدل دليلا على طهارتهم ما هي هذه الضوابط جاءونا بنصوص نعرضها على القرآن نعرضها على أصول معارف العترة صلوات الله عليها ما هي هذه الضوابط التي حدثتكم عنها هذه التوقعات جاءتنا من إمام زماننا من خلالها أولى التوقعات دالة على نفسها بنفسها أنا لا أريد أن أغطي الموضوع من جميع جهاته ما حدثتكم به عن قذارة محمد بن نصير يكفيني يكفيني فقد تشخص الطريق صار واضحا هناك طريق على رأسه السفراء الأربعة وهناك طريق على رأسه محمد بن نصير المأبون الملاطفي الخمير السكير لعنة الله عليه هذا الكذاب المفتري على أئمتنا بنجاساته وقذاراته هذا طريق على رأسه محمد بن نصير وطريق يناقضه على رأسه العمر الأول والعمر الثاني والنوبخت والسمر هؤلاء الأطهار هؤلاء الأنقياء الأصفياء إنهم أبواب إمام زماننا لكنهم أبواب لا خصوصية له ليسوا جزءا من المنظومة الإلهية المعصومية المقدسة هؤلاء كذابون ابن سبأ أبو الخطاب المغيرة ابن سعيد محمد ابن نصير والذين جاءوا من بعده ألا لعنة الله عليهم جميعا كذابون هؤلاء دين العترة واضح سفراء القائم واضحون توقيعات مهدينا تطمئن قلوبنا إنها موجودة بين أيدينا كل العلائم كل الدلائل تشير إلى قائم آل محمد الزمان يجري وأحاديث أهل البيت نراها بأم أعيننا تتحرك على أرض الواقع فتلك إيران وهذا العراق وتلك فلسطين وهنا الشام وهذه مصر هذه منطقة الظهور ومنذ خمسينات القرن العشرين وإلى اليوم الأحداث تترى مثل ما حدثنا علي بن أبي طالب حدثنا علي بن أبي طالب لقد حدثنا المرتضى ورأينا بأم أعيننا كيف تتحقق الأحداث على صعيد الأرض ولقد قرأنا في أحاديث الباقر والصادق ما نراه اليوم بأعيننا ومن هذا الطريق جاء كل ذلك من طريق زرارة وأمثاله من طريق العمر الأول والثاني والنوبخت والسمر الكليني 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 رضوان الله تعالى عليه الكليني ما ألف الكافي الذي هو جوهرة الجواهر في دين العترة الطاهرة ما ألف الكافي إلا بأمر من السفير الثاني الكليني رضوان الله تعالى عليه يحدثنا في كتابه في الصفحة 369 إنه الجزء الأول إنه الجزء الأول بحسب طبعة دار الأسوة طهران إيران باب في تسمية من رآه عليه السلام من رأى القائم المهدي الحديث الأول عن عبد الله ابن جعفر الحميري من رجالات الشيعة وأعيانهم ومن رجالات الغيبة أيضا أتحدث عن الغيبة الأولى يقول وقد أخبرني أبو علي أحمد ابن إسحاق وهذا من مشايخ الشيعة كان في مدينة قم وكان على تواصل مع الأئمة الأطهار وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبو الحسن إنه إمامنا الهادي قال سألته أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي قال سألته وقلت من أعامل أو عم من آخذ وقول من أقبل فقال له العمري ثقتي العمري هو الأول عثمان ابن سعيد العمري فقال له العمري ثقتي هذا في زمن الهادي العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المؤمون هذا الحديث من أحاديث الكافي وهذا الكافي كتبه الكلين بصدق لا مثيل له وإخلاص لا مثيل له ولذا جاء الكافي كافيا أحمد ابن إسحاق يسأل إمامنا الهادي هذا الكلام صحيح ودقيق وموثوق دحكم من هذه القذارة يا شباب الشيعة هذه الحقائق إنها حجة عليكم أحمد ابن إسحاق يسأل الإمام الهادي من عامل أو عن من آخذ وقول من أقبل فقال له العمري ثقتي عثمان بن سعيد السفير الأول فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون وهو هو نفسه أحمد ابن إسحاق يسأل الإمام العسكري سأل أبا محمد عن مثل ذلك وجه للإمام العسكري صلوات الله عليه نفس السؤال فقال له العمري وابنه ثقتان وثق له السفير الثاني إنه أبو جعفر محمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه فقال له العمري وابنه ثقتان فما أدى إليك عني فعني يؤديان وما قال لك فعني يقولان فاسمع فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة هذه عقيدة الكليني 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 هو الذي نقل توقيع إسحاق بن يعقوب وهناك شاهدان الشاهد الأول الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة 510 الحديث الرابع ماذا جاء في سنده حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني هذا من مشايخ الشيعة وهو أستاذ الصدوق من مشايخ الصدوق حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا إلى الإمام الحج وجاء الجواب بعد ذلك فهذا الكليني هو الذي يروي التوقيع الشريف ومثل ما روى التوقيع الشريف فقد روى غيره لكن كتب الكليني لم تصل إلينا كاملة لم تصل إلينا كتب الكليني الذي بأيدينا من كتب الكليني الكافي والكافي تعرض للتحريف بعدما حرقت الكتب الشيعية في بغداد وانتقل الطوسي إلى النجاف وأعاد كتابة الكتب فتعرضت الكتب للتحريف فنحن لا نملك نسخة أصلية مخطوطة كتبها الكليني بخط يده أين النسخة المخطوطة الأصلية أحرقت ولا نملك نسخة نقلت عن تلك النسخة لأن النسخة المتوفرة قد أحرقت فكتاب الكافي تعرض للتحريف هذا الشاهد الأول الصدوق نقل عن شيخه ابن عصام الكليني عن محمد ابن يعقوب الكليني وهذا الطوسي أيضا في كتابه الغيبة الصدوق توفي سنة 381 للهجرة والطوسي توفي سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 189 وأخبرني جماعة الطوسي يقول عن جعفر ابن محمد ابن قولوي من مشايخ الشيعة وعيونهم وأعيانهم وأخبرني جماعة عن جعفر ابن محمد ابن قولوي وأبي غالب الزراري هذا من أحفاد زرارة وهو من كبار علماء الشيعة في وقته أبو غالب الزراري من أحفاد زرارة الزراري نسبة إلى زرارة ابن أعيان وأخبرني جماعة عن جعفر ابن محمد ابن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما وغيرهما من أمثالهما بنفس الدرجة عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب عن السفير الثاني الكليني روى عن السفراء وعظماء الشيعة في زمانه نقلوا عنه قطعا هذه الروايات قد أثبتها في كتبه لكن كتبه ما وصلت إلينا وربما أثبتها في الكافي أيضا لكن الكافي قد تعرض للتحريف نذهب إلى فاصل أما حكاية ولادة الصدوق فإنها معروفة جدا والشيعة في ذلك الزمان كانوا يتناقلونها يتناقلونها في الكتب يتناقلونها على الألسنة إنه أمر شائع ومعروف جدا الصدوق نفسه رضوان الله تعالى عليه أثبتها في كتابه كمال الدين وتمام النعمة نحن نثق بالصدوق لا نكذبه الصدوق صدوق نحن لا نكذبه هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا دين العترة لا نقدسهم لا نقول بعصمتهم إنهم أناس عاديون الصدوق شيعي حاله كحالي كحالكم لكنه بذل جهدا عظيما في نقل حديث أهل البيت وإصاله إلينا ولولا الصدوق وأمثال الصدوق ما وصل دين العترة إلينا هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة وهذا الكتاب مثل ما قال الصدوق في المقدمة من أنه رأى الإمام الحجة في المنام وأمره أن يؤلف كتابا والإمام حدد له الموضوع أن يؤلف كتابا يذكر فيه غيبات الأنبياء الصدوق له أكثر من كتاب في الغيبة في عالم المنام حينما قال له الإمام صنف كتابا في الغيبة قال للإمام لقد صنفت في الغيبة قال لا صنف كتابا جديدا في الغيبة وتحدث فيه عن غيبات الأنبياء فألف هذا الكتاب وذكر حكاية ولادته بدعاء الإمام الحجة الرجل لا يكذب الرجل صادق صفحة خمسمية وتسعة وعشرين إنه الحديث الحادي والثلاثون لا أريد أن أقرأ الأحاديث الوقت يجري سريعا أريد أن أصل إلى نقطة في نهاية هذه الحلقة كي أبدأ بنقطة جديدة في حلقة يوم غاد يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر كي تقرأوا الأحاديث صفحة خمسمية وتسعة وعشرين إنه الحديث الحادي والثلاثون الصدوق يوثق أمر ولادته بدعاء صاحب الزمان كيف حدث ذلك؟ أبوه أبوه علي ابن بابوي القمي رضوان الله تعالى عليه أبوه كان من رجال الغيبة كان من أصحاب إمامنا الحسني العسكري ورسالة إمامنا الحسني العسكري معروفة إلى ابن بابوي إلى والد الصدوق يخاطبه شيخي وفقيهي ومعتمدي كان متزوجا من بنت عمه ومر الزمان ولم يرزق بذريته وكان صابرا على ذلك ولكن طال به الزمان لما انتقلت السفارة إلى الحسين بن روح وكان على علاقة بالحسين بن روح فأوصل رسالة إليه أن يطلب من الإمام الحجة أن يرزق بولد فقيه وجاءت الاستجابة من إمام زماننا هؤلاء الذين يشكلون على أن والد الصدوق كان كبير العمر طويل العمر كان شيخا كبيرا وما هو الإشكال في ذلك؟ والقرآن في سورة هود في قصة إبراهيم النبي في الآية الحادية والسبعين بعد البسملة لما جاء الملائكة الذين يريدون انزال العذاب على قوم لوط وحلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبون من أمر الله ما هي معجزة من معاجز صاحب الأمر لماذا تعجبون من هذا وهناك في الناس من أعمارهم تصل إلى السبعين والثمانين وينجبون هناك في الناس ممن هم في هذه الأعمار وينجبون هذا ما هو بشيء غريب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وبالمناسبة فإن الخبر الذي وصل إلى ابن بابويه من أنك لا ترزق من ابنة عمك وإنما ستأتيك جارية ديلمية سترزق منها ورزق أولاده من الجارية الديلمية وليس من زوجته التي كانت عجوزا وماذا نقرأ أيضا في سورة مريم بعد البسملة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية في قصة إبراهيم النبي كانت زوجته قد تجاوزت حد الياس لا مجال لأن تنجب وهو كان شيخا كبيرا هرما وفي قصة زكريا زوجته عاقر وهو كما يصف نفسه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة في قصة والد الصدق والد الصدق كان كبير السن لكنه تزوج من جارية لم تكن عجوزا فهل فهل يصعب هذا على مهما زماننا ما هي هذه معجزة معجزة ذكرها الصدوق بنفسه في كتابه نحن لا نكذب الصدوق نصدقه وحينما أقول أقول عن نفسي إنني أصدقه وإنما أصدقه عن خبرة عن خبرة حينما تعايش شخصا من أصدقائك من جيرانك وتعرف طبيعته وتعرف سجاياه وتطلع على شيء من باطنه من خلال المعاشرة والمعايشة فإذا ما نقلوا لك كلاما عنه ستحكم عليه أصدر هذا الكلام منه أم لم يصدر لأنك تعرفه إذا جاء الكلام غريبا تنكره أو قالوا لك من أنه فعل كذا ستنكر ذلك لأن سجيته لأن نيته لأن خصاله لا يمكن أن تدفعه إلى هذا الفعل السيء هؤلاء أنا عشت معهم أكثر مما عشت مع أسرتي صدقوني إنني أعرفهم جيدا هؤلاء عايشت حديثهم عايشت كتبهم قضيت عمري معهم إنني أعرفهم جيدا أعرفهم كما أعرف نفسي هذا الأمر قد لا أستطيع إثباته بطريقة منهجية لكن ني أثق بخبرتي ولا أبالي بالآخرين هل يثقون بخبري أو لا يمكنهم أن يتأكد من دقة خبري من خلال هذه البرامج الكثيرة ومن خلال تشخيصي للأمور إنني أصدق هذا الرجل وهو يتحدث عن نفسه وهذا النجاشي الذي يعتمد عند العلماء لا أعتمده أنا لا أبالي به ولكنني لا أعتقد أن الرجل يكذب بخصوص هذه الواقعة هذا رجال النجاشي كما هو معروف بهذا العنوان وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 261 رقم الترجمة 684 علي بن الحسين ابن موسى إنه والد الصدوق وينقل الحكاية مثل ما ذكرتها لكم ومن أن الصدوق ولد بدعاء الحجة ابن الحسن من خلال العلاقة التي كانت بين والد الصدوق والحسين ابن روح النجاشي توفي سنة 450 للهجرة وهذا الطوسي أيضا المتوفى سنة 460 للهجرة في كتابه الغيبة بحسب الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 207 ذكر الحادثة نفسها هذا أمر معروف في الأوساط الشيعية يريد المكذبون أن يكذبوا هم أحرار هم أحرار الله يكذب من هو الصدوق ومن هو أبو الصدوق حتى لا يكذب الله يكذب محمد صلى الله عليه وآله يكذب آل محمد يكذبون من هو الصدوق من هو أبو صدوق لكن معالم الحقيقة واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل أعتقد أنني قد حدثتكم عن ضوابط الأئمة وعشرت إلى ضابطتين القرآن وما قاله أئمتنا أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا ولقد طبقت هذا على النماذج التي حدثتكم عنها على زرارة وعلى هذا اللعين محمد بن نصير وعلى السفراء الأربعة وعلى الصدوق وإنني ما حدثتكم عن روايات الصدوق لأن الكلام عنها يحتاج إلى وقت طويل لا أستطيع أن أتصور التشيع بحسب العترة الطاهرة من دون كتب الصدوق كتب الصدوق هي المكتبة الخاصة بالتشيع مكتبة خاصة بالتشيع مع أن كل كتبه ما وصلت إلينا وصلنا شيء عظيم من كتبه لكن كثيرا من كتبه ما وصلت إلينا الحديث عن كتبه يطول لكنني أختصر الكلام فأقول من أن كتب الصدوق تمثل المكتبة الصغيرة الخاصة للتشيع وفقا لدين العترة الطاهرة رضوان الله تعالى عليه حينما حينما انشق قبره أيام الدولة القاجارية السفراء الأجانب حضروا وشاهدوا يصفه الواصفون يقولون كان بهيا جدا كان أبيض البشرة وكان نظيفا جدا وكفنه على حاله تغير لونه إصفر لونه إصفر لون الكفن أما الصدوق فهو هو نائم في قبره كنومة العروس رضوان الله تعالى عليه هؤلاء رموزنا إنني أشير إلى زرارة وأمثاله وأشير إلى العمري الأول والثاني والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليهم ومن كانوا معهم من أعوانهم وأنصارهم زمان الغيبة الأولى أشير إلى الصدوق وأمثاله من الصادقين الذين نقلوا لنا حديث العترة رضوان الله تعالى عليهم جميعا سلام عليهم وسلام على أولياء العترة الطاهرة في كل زمان ومكان أما هؤلاء الأنجاز في أحاديثنا الذي يبيت سكراناً يبيت وقد تشرب بعبد النور بعبد الشيطان لعنة الله عليه النور اسم من أسماء الله النور اسم من أسماء رسول الله النور اسم من أسماء علي من أسمائه في القرآن النور النور اسم من أسماء إمام زماننا النور اسم من أسماء القرآن تلاحظون التحريف والضلال في أحاديثنا من بات سكراناً من بات سكراناً بات معاقراً للخمرة فإنه يصبح عروس الشيطان يعني أبو مرة مشتغل بالليل هذا هو معنى ماذا يعني أنه يكون عروساً للشيطان يعني أبو مرة مشتغل بالليل فهذا الظاهر مشتغل الشيطان والإنسان معاً هل تأخذون دينكم من هذا وأمثاله ألا لعنة الله على الخطابيين اللندنيين على نفس هذا المناج ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله على الأموات منهم والأحياء منهم أعتقد أن صورة باتت واضحة لكن بقي عندي كلام بقي عندي كلام سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله شكراً للمشاهدة